أمر النائب العام بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا في وقائع تعامل في النقد الأجنبي خارج النطاق السوق المصرفي ووجه النائب العام كافة أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبها وكانت النيابة العامة قد تلقت من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بلغات بالوقائع الثلاث فاتخذت الإجراءات القانونية اللازمة قبل المتهمين بها ووجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة وأمرت بحبسهم احتياطيا على دمة التحقيقات والتحفظ على الأموال المتعامل فيها ويجرس تكمال التحقيقات